سرواتهم الخاصة بالمليارات وعندهم أغلى أصور في الكون وأقل يخت عندهم ب500 مليون دولار قصة أغنى خمس زعماء وملوك عرب الأول الأمير محمد بن سلمان عنده 38 سنة ومتجوز بنت عمه الأميرة سارة بنت مشهور ومخلفين خمس أولاد سلمان ومشهور وفهدة ونورة وعبد العزيز والأمير بيشتغل 18 ساعة في اليوم وسرواته الشخصية بتوصل ل5 مليار دولار وعنده أغلى بيت في العالم وهو أصر لويس 14 في فرنسا واشتراه سنة 2015 ب300 مليون دولار والأصر فيه غرفة شفافة تحت المياه وبيتحكم في كل حاجة جواه بالآيفون وكمان عنده أغلى يخت في العالم وهو يخت سيرين واشتراه ب550 مليون دولار وجواء أحوال للسباحة ومهبط للطائرات وسانمة ومسرح وجم ورغم كل سروة دي تسليته الوحيدة في الصيد والغطس وعمره مدخن ولا شارب كحل وولي العهد مش ناوي يتجاوز ثاني ولما سألوه عن السبب دحك وقال الحياة مع عيلة وحدة متعبة بما فيه الكفاية التاني الشيخ تميم بن حمد أصغر حاكم عربي ومتجوز ثلاث مرات وعنده 12 عيل وفي 2005 اتجوز لأول مرة والعروسة كانت الشيخة جواهر واللي اختارتها الشيخة موزة واللي اتنين ولد عم وخلف منها بنتين وولدين والشيخة جواهر تعتبر السيدة الأولى في قطر وهي الوحيدة اللي بتظهر مع الشيخ تميم لما يكون مسافر برع أما الزوجة التانية والأجمل فهي الشيخة العنود وتجوزه في 2009 وخلفه ثلاث بنات وولدين والشيخة العنود لها مكانة خاصة في قلب الأمير لدرجة ان اشترى لها أصر في تركيا بـ 100 مليون يورو وهو أغلى وأفخم أصر هناك ومكتوب باسمها والزوجة الأخيرة هي الشيخة نورة وتجوزها في 2014 وخلفت ثلاث سبيان وزي ما ربنا كارم الشيخ تميم بتلت زوجات و12 ابن مدي فلوس كتير خلته من أغنى الشيوخ والأمراء في العالم بسروة تصل لـ 3 مليار دولار والأمير عنده أغلى أصر في بريطانيا واشترى بأكتر من 300 مليون جنيه سرليني وليه في أمريكا أصر ملكي فخم ده غير أصر صغير اشترى بـ 42 مليون دولار عشان الخدم يقعدوا فيه لما يكون هناك والياخت بتاعه أصر عيم على أربعة دوار واشترى بـ 300 مليون يورو وفي كل وسائل الترفيه اللي ممكن تتخيلها وعلى جوانبه لوحات لبيكاسو وفانجوخ ما تتقدرش بتمن الثالث الشيخ محمد بن زيد وعيلة آل نهيان الحاكمة في أبو ظبي أغنى عيلة في العالم كله بسروة قيمتها 300 مليار دولار والشيخ محمد سروته الخاصة حوالي 30 مليار دولار ومتصنف من أقوى الرجال على وجه الأرض واشترى لوحة مخلص العالم بتاع الدفنشي بـ 500 مليون دولار وعنده أغلى أصر في بريطانيا بـ 82 مليون دولار أما الياخت فسعره خيالي وكفاية تعرف أن التفويلة بتاعته بالوقود بتكلف 500 ألف دولار وجوا حمام سباحة وصالة ألعاب رياضية ومطاعم متنوعة الرابع الشيخ محمد بن راشد وسروته الصفية 20 مليار دولار والياخت بتاعه 8 دوار وعبارة عن مدينة عائمة واشتراه في 2006 بتـ 350 مليون دولار طوله 162 متر وفي مهبط هاليكوبتر وملعب سكواج وحمام سباحة ومنتجة صحي وكمان عنده ياختتين أصغر بملايين الدولارات والشيخ محمد هو أخواته بيكسبه في اليوم حوالي مليون دولار من عوائد النفط وبيمتلك عقارات في بريطانيا لوحدها بقيمة 300 مليون جنيس سليني وفي 2015 حاكم دبي اشترى حصان بـ 2.5 مليون يورو وكمان اشترى أكبر استبل لتربية الخيول في أستراليا بنص مليار دولار الخامس الملك محمد السادس ويعتبر من أغنى ملوك العالم بسروة تصل لـ 8 مليار دولار وعنده 12 أصر ملكي و600 عربية وطيارتين خاصتين وبيلبس أغلى الساعات في العالم وبيخدمه ألف شخص ومن فترة اشترى بيت على مساحة ألف متر جنب بورج إيفل في باريس